السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات ديليس ام ياسمين كانت منها انكم تكونوا في احسن احوال فصحة جيدة يوم ان شاء الله رحمه 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 غادي نحضروا معكم معسلة رمضانية معسلة تانية ان شاء الله ضمن هاد السلسلة معسلة رمضانية كانت سوف نحضرية لكم اشياء كثيرة واني نظرة للذيق الوقت معيني شي لوقتي بزار لان سوف تسمحوا لي هذا الفيديو الثاني ان شاء الله رحمه 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 منطبوش اليكم بزار خليكم على المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة ونبدأوا باسمي الله عندنا هنا metals kg درقيق درقيق معلقة القرفة معلقة صغيرة جوشك معلقة كبارين بحرارة المطبخ قبيصة الملحة و هنا الخمارة الحلوية سوف نأخذ منها معلقة نبدأ بسم الله قبيصة الملحة سوف نأخذ معلقة النافع سوف نأخذ معلقة من الخمارة الحلوية سوف تحاولوا لا تفعلوا شصير لكي لا يتمفخوا لكم قبيصة سوف نأخذ الزبدة حاولوا انهم يكونوا بحرارة المطبخ لكي يسهلوا لكم انكم تبسوا السميدة سوف نبدأ بسم الله سوف نبدأ السميدة حاولوا تبسوها جيدا السميدة اقوموا بحرارة المهمة سوف نأخذ المكان سوف نجدها ترتاح واحد الساعة ثانية أو ثلاثة ثلاثة سوف نأخذ سوف نبدأ الزبدة هنا لدي 150 جرام التمر قمت بتعني ميزة يوصافة لا تقوم بقياس لا تقوم بقياس لدي هنا قليل القرفة سوف نقوم بقياس سوف نقوم بقياس بالنسبة للزنجلان الاختياري سوف نقوم بقياس سوف نقوم بقياس سوف نقوم بقياس سوف أقوم بقياس زبدة سوف نقوم بقياس لفتنا لكي تضيف المزهر لتسيق سوف نقوم بقياس شخص لقد أجنبها في تنسية السميدة سأجنبها في تنسية السميدة لقد أضعها قليلا وإذا كانت السميدة تشرب قمت بتحليب ومزهار ونضيفها قليلا نزيدها قليلا للماء سوف نزيدها قليلا للماء سوف نزيدها سوف نزيدها قليلا للماء سوف نزيدها قليلا للماء سوف نزيدها 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 سوف نزيد الماء سوف نزيد الماء سوف نزيدها تستطيعون هذا المقرد كي يجبتي ويجيت وطيبه في الفران ما تقليه وفي الزيت ما أحسن كل شيء مقليه شبكية مقليه بريوات مقليه لذلك بالنسبة لي أنك مفضل أنه يكون في الفرلان سوف نضعه هنا في الوسط بحصاقية سوف نضع التمر في الوسط سوف نضع هذا البودن للتمر والتمر سوف نضع التمر ما قرأت في الدرس سوف نضع المقرد سوف نضع الأمر السوف نضع أمر نقوم بسمادة و نقوم بسمادة نقوم بسمادة نقوم بسمادة نقوم بسمادة و نقوم بسمادة ثم نقوم بسمادة تم نقوم بسمادة سوف نقطعهم صغر بسم الله نضيف القنية نضيف القياس سوف نضيف القياس سوف نقوم بإست Bewegung نضيف القياس مجموعة اليوم جيدا سوف نضيف القيم سوف نضيف القيام سوف نضيف القضاء وها غيه هكه معديك القفاة وحبة حياته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا سوف نأخذ هذه القويرة سوف نأخذ هذه القويرة 8 جرام سوف نأخذ القويرة 30 جرام سوف نأخذ هذا المرشم وكل جيد من الأسواق سوف نأخذ 30 جرام سوف نأخذها في سميدة لكي لا تلسق سوف نقوم بحشوة التمر سوف نحوم نكورها سوف نقوم بسميدة جيدة لكي لا تلسق لكي لا تلسق على المرشم ثم سوف نقوم بMac سوف ندعها سوف نحاول إصدار أخرى لدي هنا كرة 7 كرام سوف نحاول نضع 30 كرام سوف نضع سميدة سوف نضع الكرة سهل جدا سوف نضع هذا المرشم سوف يكون معاشرة بالرئيس و سوف يشريع الشرق سوف نضع سفري سوف نضع الكرة سوف نضع الكرة سوف نضع الكرة ثم نضع الكرة سوف نضعك سوف نضع هذه الحلوة نتمنى ان يكون قد الجيني بسحك شوية ها هي نزيد عليها لجينة و لا تحاولوا ان تفوسوا فيهم بيهم 30 غرام و ليس لديهم ميزان يدير عيني ميزانه ها نجدها و نجدها في السميدة و نجدها في حلقة نجدها في السميدة لكي لا تلصق على الطابعة نجدها و نجدها بحلقة نجدها بحلقة من سدويزة و نجدها و نجدها في طريقة و اهل المقرود سهلة سهلة هنا مباشرة بعد ما خرجنا الفران انتم تشاهدون كيف مقردنا نقوم بقردنا نقوم بقردنا نقوم بقردنا لم أقوم بقرد كمية كبيرة و انا ارسائي ان نقوم بقرد كمية صغيرة و اي شخص اول مرة لا تجربوا في كمية كبيرة نقوم بقرد كمية صغيرة و لا اصدق لكم و اجازكم جيدة و اي شخص كمية كبيرة لا يوجد مشكلة سوف نقوم بقرد سوف نقوم بقرد و افضل ان شاء الله رحمه رحمه سوف نقوم بقرد سوف نقوم بقرد تأتي بقرد بقرد و اكتب سوف اضل اذا نقوم بقرد و اشترد من وصف اذا نقوم بقرد بالنسبة لطريقة طهي لم أذكرت لكم طريقة طهي كان طيبوه فران على 180 درجة حاولو ما تخليوه شي طيب بزاف إلا فات فيه طياب كيبس موهم كانت أتمنى أنكم تكونوا استفتهم فيديو ما تنسوش العجب بكم فيديو ديروه اشتراك ديروه تخليولي اشتراك وتخليولي لايك بشجعوني أنني ندير أكثر وأكثر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة